السياحة في جنوب أفريقيا وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والحياة البرية والمغامرة حيث يمكن للسياح استكشاف سهول السافانة الشاسعة والجبال الضخمة والشواطئ الرملية الجميلة مع عدد كبير من المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية حيث يمكن للسياح الاستمتاع بالحياة البرية ومشاهدة الأسود والفيلة والزرافات والكثير من الطيور النادرة وجهة ممتازة لمحبي المغامرة والأنشطة الخارجية حيث رحالة السفاري المشوقة وتسلق الجبال وركوب الأمواج في سواحل الديربان وكيبتاون مع فرصة الغوص في الشعاب المرجانية الساحرة سنتعرف في هذا الفيديو على أولاً أجمل خمسة وجهات سياحية في جنوب أفريقيا ثانياً أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل الصفر مثل المطاعم، الفنادق، التقص وغيرها أولاً أجمل الوجهات جوهانسبرغ القلب النابض لجنوب أفريقيا مزيج مدهش من التنوع الثقافي والتاريخ العميق والجمال الطبيعي تتناغم الأبنية العالية والمساحات الخضراء الواسعة في هذه المدينة المتلألئة مما يقلق تبايناً جذاباً بين الحداثة والطبيعة ستشاهد في الأفق الساحل لجوهانسبرغ الغروب الأحمر الناري والسماء المتلألئة بالنجوم مما يطفي بهجة ساحرة على المدينة تعرض الأسواق المحلية الحرفة لأدوية التقليدية والمواد الغذائية التازجة تضم المدينة العديد من الحدائق العامة والمنتزهات مثل حديقة جوهانسبرغ النباتية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والنباتات النادرة بالقرب من المدينة يمكن العثور على المحمية الطبيعية حيث يمكن مشاهدة الحياة البرية الأفريقية الفريدة جوهانسبرغ من أجمل وجهات السياحة في جنوب أفريقيا اثنان كيبتاون تتميز بجمالها الطبيعي الذي يتجاوز الوصف تمتد المدينة على سفح جبل تابل الشاهق يحيط بالمدينة المناظر الطبيعية المدهشة من الشواطئ الرملية الذهبية وكذلك الشواطئ الصخرية هذا التباين الجغرافي الفريد يخلق لوحة فنية فريدة من نوعها تحبس الأنفاس الأحياء التاريخية مثل منطقة بوكاب تتميز بالمنازل الملاونة الزاهية التي تعكس التنوع الثقافي والتاريخ الغني لجنوب أفريقيا المعالم الأخرى مثل الحديقة الوطنية جبل تيبل والمحمية الطبيعية حولها تقدم فرصة للاستكشاف والمغامرة والتعرف على الحياة البرية المدهشة يمكن السباحة مع البطاريق في شاطئ بولدرز أو التجديف بالكايك لمشاهدة الحياة البحرية أو المشي في الطرق الجبلية الخلابة عبر قناتنا مجموعة من الفيديوهات عن وجهات أفريقيا كينيا، تنزانيا، سيشيل، موريشيوس، زنجبار وقريبا سننشر المزيد والروابط في الوصف 3- بريتوريا مدينة تتألق بشكل مبهر بجمالها الطبيعي والعمراني تتميز بشوارعها المليئة بالأشجار التي تغطي الأرض ببصاط من الظهور البنفسجية في الربيع مما يخلق منظرا ساحرا يأسر القلوب الأبنية العريقة تعكس الفخامة والأناقة وتمتاز بالتصميم المعمري الذي يجمع بين العناصر التقليدية والحديثة تزخر المدينة بالعديد من المتاحف التي تسلط الضوء على تاريخ البلاد المعقد والمثير تتميز الأسواق المحلية بالإبداع والتنوع حيث يمكن العثور على كل شيء من التحف الفنية المصنوعة يدويا إلى الأطعمة الشهية الطازجة ولا يمكن الحديث عن بريتوريا دون الإشارة إلى الجمال الطبيعي الذي يحيط بها تضم المدينة العديد من الحدائق والمتنزهات مثل حديقة بريتوريا النباتية التي تعرض مجموعة متنوعة من النباتات النادرة لذلك تعد من أروع وجهات جنوب أفريقيا سياحة لمحب الطبيعة والباحثين عن الاسترخاء أربعة ديربان تقع مدينة ديربان على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا حيث تتميز بشواطئها المدهشة ومناظرها الطبيعية المتنوعة شواطئ الذهب اللامعة أو شاطئ أملانجي يمتد على طول المدينة محاطة بمياه المحيط الهندي الفيروزية البكرة الأمواج الهادئة والرمال الناعمة تجعلها وجهة مثالية لأنشطة الشاطئ الهادئة والمرحة يعكس سوق فيكتوريا الشهير هذا التنوع الثقافي حيث يقدم مجموعة متنوعة من البضائع والأطعمة المحلية التي تعكس تأثيرات الثقافة الأفريقية والهندية والأوروبية الجمال الطبيعي لديربان لا يقتصر على الشواطئ فحسب بل ستستمتع بالحدائق والمتنزهات مثل حديقة ديربان النباتية التي توفر ملاذا أخضر في قلب ديربان ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك 5- بورت إليزابيث وتعرف بأنها المدينة الودية بسبب طيبة سكانها وضيافتهم الحارة تتميز المدينة بشاطئ رملي البكر الممتد على طول الخليج حيث تتكثر الحيتان والدلافين في المياه الزرقاء الصافية مما يخلق مناظر طبيعية خلابة من الجمال البحري الفريد بورت إليزابيث هي أيضا بوابة للمغامرة والاكتشاف تضم المدينة العديد من المتنزهات الطبيعية مثل محمية كيجا الطبيعية حيث يمكن للزوار السير بين الأنواع النادرة من الحياة البرية والنباتات الأفريقية يمكن أيضا ممارسة الرياضات المائية والجبلية مثل التجديف والتسلق والغوص بينما تقدم الأسواق المحلية فرصة لتذوق الأطعمة الطازجة وشراء الحرف اليدوية المحلية ما يجعلها واحدة من أجمل وجهات السياحة في جنوب أفريقيا للشباب شارك الفيديو مع من ستسافر إلى جنوب أفريقيا معه ثانيا أهم المعلومات عن السياحة في جنوب أفريقيا ما هو متوسط أسعار مطاعم جنوب أفريقيا؟ المطاعم المحلية 5 إلى 15 دولار للوجبة مطاعم سريعة 3 إلى 8 دولارات المطاعم الفاخرة 20 إلى 4 دولار ما هو تقص جنوب أفريقيا؟ تقص جنوب أفريقيا حار صيفا بمتوسط درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية أما شتاء فيكون معتدلا ما بين 10 إلى 20 درجة مئوية ما هو أفضل وقت للسفر إلى جنوب أفريقيا؟ أفضل وقت لزيارة جنوب أفريقيا هو فصلاء الربيع والخريف من سبتمبر إلى نوفمبر ومن مارس إلى مايو ما هو متوسط أسعار فنادق جنوب أفريقيا؟ فندق نجمة 50 إلى 80 دولار للليلة فندق ثلاث نجوم 100 إلى 170 دولار للليلة فندق خمس نجوم 170 إلى 300 دولار للليلة كم يوما كافيا للسياحة في جنوب أفريقيا؟ من 10 إلى 14 يوم كافية لزيارة أبرز معالم جنوب أفريقيا السياحية هل مياه الصنبور آمنة للشرب في جنوب أفريقيا؟ نعم مياه الصنبور في المدن الرئيسية بجنوب أفريقيا صالحة للشرب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد